المجلس الأعلى دول العالم قاطبة وكل مخلص وغيور مغربا عن خلص تعازيه ومواساته لذوي الضحايا سائلا الله تعالى عن أن يلهم الصبر والسلوان وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين وعبر المجلس عن قلقه لما يشهده العالم اليوم من حوادث مؤسفة تكشف عن المدى الخطير الذي وصل إليه الأرهاب بما يهدد الأمن والسلام والاستقرار ونبه المجلس إلى أن تكرار وقوع جرائم إرهابية بشعة دون مراعاة لحرمة الإنسان والأوطان ولا لحرمة هذا الشهر الفضيل يؤكد بما يلدع مجالا للشك إنسلاخ الإرهابيين ومن يقف خلفهم ويمولهم أو من يدافع عنهم من كل قيمه الدينية والأخلاقية كما يؤكد أن الإرهاب سلوك شيطاني لا يمت بصلة إلى دين أو مذهب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر